ارتبطت مصر ارتباطاً وثيقاً بالقضية الفلسطينية على مدار تاريخ الأزمة واتخذت مصر منذ بداية الأزمة مواقف تاريخية مشرفة في المحافل والمؤتمرات الدولية والإقليمية في إطار حرصها على قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على مدار تاريخ الأزمة ارتبطت مصر ارتباطاً وثيقاً بالقضية الفلسطينية الموقف المصري تجاه القضية ظل ثابتاً وراسخاً منذ بداية الأزمة وحتى يومنا هذا فلم تتراجع مصر يوماً عن دعم فلسطين ولم تخضع لأي ضغوط خارجية لتقديم تنازلات ومنذ بداية الأزمة في عام 1948 اتخذت مصر باختلاف رؤسائها قرارات ومواقف تاريخية مشرفة في المحافل الدولية والمؤتمرات الإقليمية في إطار حرصها وسعيها الحفيث لإيجاد سند قانوني لقيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية يأتي هذا الحرص عن اقتناع تام بأن تحقيق هذه الخطوة هام جداً لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم وتحملت مصر منذ عام 1948 أعباء عسكرية كبيرة بسبب حرصها حكومة وشعب على حماية الشعب الفلسطيني من الهجوم الإسرائيلي خلال العقود الستة الماضية والثابت أن مصر لم تتقاعص عن ممارسة دورها تجاه القضية الفلسطينية فقد قدمت أكثر من 100 ألف شهيد و200 ألف جريح وذلك خلال حروبها مع إسرائيل من أجل فلسطين كما بذلت مصر جهوداً كبيرة لتجنب العنف ومنع نزيف دماء المدنيين الأبرياء وفي هذا الإطار عملت مصر على وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل بقطاع غزة عدة مرات فضلاً عن الجهود الإنسانية التي قدمتها مصر وما زالت تقدمها من خلال فتح معبر رفح لاستقبال الجرح والمصابين الفلسطينيين والمساعدات الغذائية والدوائية للشعب الفلسطيني ولم تتوقف الجهود المصرية عند هذا الحد بل عملت القاهرة على تحقيق الوفاق بين الفصائل المختلفة حيث رعت مصر الحوار الفلسطيني الفلسطيني وتمت استضافته في القاهرة في جولات متكررة منذ عام 2002 هي إذن مواقف تاريخية ثابتة أكدت مصر من خلالها أنها كانت وستظل الداعم الأكبر لقضية العرب الأولى ولم ولن تتخلى عن دورها كقوة إقليمية تدافع عن القضية حتى إقامة الدولة الفلسطينية وعودة كافة الحقوق للشعب الفلسطيني وذلك انطلاقا من ارتباط القاهرة بالقضية وفقا لاعتبارات الأمن القومي وروابط الجغرافيا والتاريخ والدم مع الشعب الفلسطيني الشقيق ترجمة نانسي قنقر